مرحبا مواليد برش الثور. كيف بدي يكون شهر نيسان عبريل؟ هذا شهر بالنسبة لكم شهر كتير مهم. هذا شهر انتم عانيين فيه. لانه فيه تغييرات كبيرة. الشمس رح توصل لبرشكن. رح بيكون شهر معطاء نوعا ما. لكن بتكون تعرفوا تستفيدوا من نوعية الوقت. نوعية الوقت مش لصالحكن كتير. فيه ايام رح بتكون حلوة. وهي الايام الحلوة لازم تستفيدوا منا. مواليد برش الثور انا ما بزخرف المعطايات الفلكية. بحكيكم المعطايات الفلكية مثل ما هي. وعم تستفيدوا. الكل عم بيتابعني. عم بيقدر يطلع من خروم الشبك. لانه عم بياخد من عندي معطايات فلكية كتير مهمة حسب نوعية الوقت. هيدا طبعا حسب تعليقاتكم. تقدروا تفوتوا وتدخلوا وتقروا كل الكومنس. المهم. متل كل شهر انا بقسم الشهر الى قسمين. قبل ما ابدأ. فيه 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 ظرف كتير مهم فلكي. وهو حركة الكسر. الكسوف. الكسوف الشمس رح بيكون بتاريخ 8. لكن انتو ما نكون معنيين فيه هالكسوف موجود في برش الحمل بتاريخ 8. ونحنا ما رح نشوفه بمناطقنا رح بتشوفه مناطق القرى الامريكية. منيح لانه انا بالنسبة لي كالفلكية كسوف الشمس انا اجمالا مساره على الكرة الارضية ما بيكون ايجابي. دايما الكسوف له تأثيرات على الكرة الارضية غير ايجابية. المهم طبعا دايما نتمنى الخير للجميع ويمرق بخير مطرح ما هو ماري. الجزء الاول هو من تاريخ 1 لتاريخ 19. بتخلله كسوف الشمس وفي عنا بالجزء التاني اللي هو كمان من منتصف تاريخ 19 تحديدا من الساعة 5 بعد الظهر لما الشمس توصل لبرش كون بتاريخ 19 توقيت بيروت الشتوي. في عنا الشمس ببرش كون وفي عنا فلمون امر مكتمل ببرش العقرب المعاكس للكون بتاريخ 23. إذن الجزء الاول مختلف عن الجزء التاني. الجزء الاول ما بيسهل عمال بيخفف سير الامور. الجزء التاني بتقلب الدنيا بيسترع للكون لا صالحكن نوعا ما وبتمشوا فيها بطريقة ممتازة. خلونا ناخد فكرة عن الجزء الاول. الجزء الاول الشمس بي موجودة ببرش كون عفوا ببرش الحمل. عنا كوكب الزهرة موجود ببرش الحمل. في عنا المشتري ببرش كون وفي عنا كوسوف للشمس ببرش الحمل. هيدا باختصار سريع. وعنا عطارو تعم بيمشي بعكس المسار. بحال التراجع. الجزء الاول اذن من تاريخ واحد حتى تاريخ 19. الأجواء بطيئة. الأجواء هادية. الأجواء فيها زهق. الأجواء فيها تأخير. الأجواء ما بتعطيكن اللي باتكن ياه. مع احتمال انه يكون فيه عن كل نوع من لحظات من ما رحقول الحباط. لكن فيه احتمال يكون فيه احباط خلال هذه الفترة. تحديدا في الايام الاقل حظا يلي رح اسكرها. وحتى تنتبهوا منها وتاخدوا حذركن منها. ضروري جدا خلال الجزء الاول تروحوا للايام الاكثر حظا. إذا مضطرين تعملوا عمل مهم ضروري جدا تروحوا للايام الاكثر حظا ورح اسكر لكم إياها. في عنا المشتري رح بيساعدكم بالتأكيد مش كل المواليد. لكن كوكب المشتري بكم تنتبهوا مش مضايا عنكم بشهر ايار مايو رح يترك برشكن. وتحديدا بخمسة وعشرين ايار مايو بترك برشكن. فلذلك جدا حذرين كونوا حتى تستفيدوا من تأثيرات المشتري. يلي بذكر اسم او بذكر تاريخه بهذا الشهر بيمرو عليه ما رح يرجع بعدين. تقريبا لبعض 12 سنة لا يرجع كوكب المشتري. لكن طبعا رح تمرو عنده كواكب اخرى بتساعدهم. لكن مش مثل كوكب المشتري. أورانيوس كمانا موجود ببرشكن. أورانيوس كمانا بكنت تنتبهوا منه. بيدخل تغييرات على حياته للانسان. لكن يلي بذكره كوكب المشتري رح بيساعدوا بهذا الشهر ايضا. لحتى يتخطى اي مشاكل. اذا الجزء الاول جزء بطيء قد يحمل احباد او قد يحمل تأخير. روحوا للايام الاكثر حظا. الجزء الثاني من تاريخ 19 تحديدا من الساعة 5 بعد الظهر حتى اخر الشهر الشمس موجودة ببرشكن. هون النجمكن نجمكن يعني حصكن بيصير اقوى. الامور ببلش تتحسن بشكل هائل مع احتمال يلي ماشي بطريقة جيدة. ومرع كوكب المشتري عنده بالجزء الاول في احتمال انكم ترجعوا تاخدوا الفرص الثامنة. عندنا اكتمال للامور ببرش العقرب بتاريخ 23 هذا القمر ببرش العقرب الفول مون بيقلكون انه ضروري ضروري انكم تنتبهوا في اخر الشهر لعلاقاتكم استقرار روابطكم كل كونتراك كل عقد كل ارتباط عنكم مهني او عاطفي او اجتماعي رجاءة بتكون تفكروا فيه تشتغلوا فيه من كل قلبكم تهتموا فيه لحتى تمرق الفترة على سلام. وخاصة اذا انتو عم تمرقوا بفترة ضعيفة ركيكة عاطفيا او مهنيا كونوا حاضرين. اذا هذا باختصار كل الشهر منيح انتو معنكم كسوف يدايقكن ولا حتى اي خصوف فخلونا نشوف الموليد بعدين بذكر الايام الاكثر حفظا والاقل حفظا. الموليد يلي عنده تأثيرات رائعة من المشتري هي 7-16 ايار مايو تأثيرات كتير كتير مهمة مع انه كوكب الاورانيوس رح يدخل على الخط ويسبب بعض التغييرات المهمة الكبيرة عن 12-14 ايار مايو مشان هيك قلت انه المشتري رح بيكون بانتظار مساعدتكن اذا انتو جاهزين. الايام الاكثر حفظا وكل التوقيت البعضيه هو توقيت عالمي بتزيده 3 ساعات بتاخده توقيت بيروت الصيفي. يعني اذا ساعة 4 صباحا بقولوا بذكروا يعني ساعة 7 صباحا توقيت بيروت صيفيا. مهم الايام الاكثر حفظا تاريخ 1 من الساعة 4 فجرا حتى تاريخ 3 ساعات 9 صباحا توقيت عالمي. تاريخ 9 كتير مهم الامر ببرجكم من الساعة 11 ونص صباحا حتى تاريخ 11 الساعة 1 بعد الظهر. تاريخ 18 من الساعة 2 وربع بعد الظهر حتى تاريخ 21 الساعة 13 صباحا. عندنا تاريخ كتير كتير حلو وكتير مهم تاريخ 28 من الساعة 10 إلى 3 صباحا حتى تاريخ 30 الساعة 3 و3 بعد الظهر. كله توقيت عالمي. الايام الاقل حفظا نسبيا بكن تنتبهوا خاص منها التاريخ البسكرة خاصة يلي واعع بالجزء الاول. الاقل حفظا او الاكثر تعبا تاريخ 3 من الساعة 19 صباحا حتى تاريخ 5 ساعة 11 وربع صباحا قبل الظهر. عندنا تاريخ فارغ من الحزوز هي فترة الكسوف. من تاريخ 7 من الساعة 11 ونص صباحا حتى تاريخ 9 ساعة 11 ونص صباحا. يعني كلنا اتنين قبل الظهر. عفوا صح مظبوط. بيرجع في عنا فترة متعبة هي تاريخ 16 من الساعة 2 وربع فجرا حتى تاريخ 18-2 وربع الظهر. تاريخ متعب هو فترة الفول مون. تاريخ 23 من الساعة 3 وربع صباحا حتى تاريخ 26 الساعة 41 دقيقة فجرا. تاريخ متعب هو تاريخ 30 من الساعة 3 و3 بعد الظهر توقيت عالمي. هذه اذا كانت توقعات شهر نيسان باختصار. ان شاء الله بقدر بطلع لكم فيديوهات اخرى اضافية معلومات اضافية عن هذا الشهر. الى اللقاء. باي باي. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة.